موسيقى موسيقى ما الذي قاله المفكر السياسي العراقي الأستاذ غالب الشابندر عن انسحاب الصدر؟ وهل يشعر بالندم على ذلك؟ هل تشي تغييرات السودان الأخيرة بالمناصب المهمة والحساسة بالانتقام من الكاظمي وفريقه؟ وهل يستطيع الصدر إسقاط حكومة السوداني؟ ماذا قالت أمريكا وإيران عنه؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها الشابندر في مقابلة خاصة معي أنا سجد الجبوري موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه المقابلة الخاصة مع المفكر والباحث العراقي الأستاذ غالب الشابندر أهلا بك أستاذ غالب معنا في هذه المقابلة وأبدأ من موضوع الصراع ما بين المالكي وما بين سيد مقتدى الصدر أو الإطار بشكل عام فدعني أسأل هل تندم الصدر ربما بشكل أو بآخر على انسحابه من البرلمان ومن تشكيل الحكومة؟ أم لا هو فعل الصح؟ شكرا لك يا سيدة الكريمة لا نستطيع أن أقرأ نوايا سيد الصدر هذا أمر لا يعرفه إلا هو وربه ولكن من الناحية موضوعية يعني أعتقد أنه ربما بعد تفكير دقيق بالموضوع وبعد هذه النتائج التي آل إليها وضع الصدر هو بحذاته أعتقد ربما يشعر بالندم أو يشعر بأنه أخطأ في هذه الخطوة أو أخطأ لأنه سلم الطبق من ذهب يعني سلم الحكم على طبقا من ذهب إلى الآخرين ولا يقول لله أنه هو ينتظر المستقبل وهو يبني على فشل هؤلاء في إدارة الحكم هذا كلام ليس كلام سياسي لأننا نتكلم عن اللحظة الآنية والمكسب في اللحظة الآنية أما المكسب على ذمة المستقبل في وضع مثل وضع العراق هذا ليس حديث سياسي أبدا على الإطلاق طيب يعني هو لما انسحب ماذا كان يتوقع هل كان يتوقع بأنه بقية الأطراف السياسية أتحدث تحديدا هنا عن الإطار أن يحاولون التودد له ربما يصل إلى مستوى أن يتوسلون به لأن يعود إلى البرلمان ويعدل عن هذا القرار وانصدم بهم بأنهم تخلوا عنه عادي أكمل موضوع تشكيل الحكومة أنا شخصيا لا أعتقد إلى أنه فكر بالانسحاب لكي يرتب هذا الأثار أو لكي يتمخب عن هذا الانسحاب مثل هذه الآثار ومن ثم يعودون إليه متوسلين أنا اللي أعتقد هي لحظة فعالية وليست لحظة قاعمة على تصور ستراتيجي للمرحلة الآتية أبدا نائيا بدليل إلى أنه هو من خلال خطبة ارتجالية وكانت خطبة غير معدلها مسبقا كما هو واضح ومن هنا أعتقد أن الموقف كان ارتجالي وجاء في زحمة ضغوط واجهها السيد مقتدر الصدر وخصوصا بعد الرسالة التي بعثها السيد كاظب الحائري التي طلب بها منه أن يتخلى على العملية السياسية وطلب منه ومن غيره ومن يتبعه أن يذهب باتجاه تقليد القيادة الإسلامية في إيران المتبثلة بالسيد علي قاماني لذلك لا أعتقد أن هذا الموقف هو ستراتيجي ولا أعتقد أنه فكر بأن مثل هذا الموقف يمكن أن يستجلب مثل هذه الآثار التي تفضلت بها هي لحظة انفعالية كما يبدو لي طيب بسبب هذه اللحظة الانفعالية الآن منصب رئاسة الوزراء بيد السيد السوداني وهو كان رافضا قاطعا سيد مقتدى الصدر تحديدا وحتى وزيره فهنا أصل إلى نقطة وكان يسميه بشكل أو بآخر يشبه بالمالكي بأنه هو من حزب الدعوة حتى وأن انسحب من حزب الدعوة فأنا أتحدث عن هذه النقطة هل فعلا أن محمد الشياع السوداني انسلخ من حزب الدعوة فكريا أيدلوجيا أم لا هو ابن هذه البيئة وسيبقى لا شوفي خليها نقطة حساسة ودقيقة هو لم يشبه السوداني بالمالكي أبدا وإنما قال إلى أنه السوداني يصافح ظله يعني إلى أنه ليس لديه شعبية وليس له مؤيدون وليس له مناصرون ولم يشبهه بعد ذلك أنه بالمالكي وإنما التشبيه الآخر الذي جاء بعد مصافحة الظل إلى أنه هو تحت ظل المالكي أو تحت سيطرة المالكي وتحت سيطرة من جاء به وهذا الكلام الذي تكلم به السيد مقتدر الصدر هو كلام تقريبا شائع الآن في الشارع العراقي حتى في الأوساط الشعبية العادية التي نلتقي بها في السيارة وفي المطعم وفي المقهى وفي الشارع هذا الآن شعور عام وسائد إلى أنه حتى كثير من المحللين السياسيين الذين يخرجون على شاشة التلفزيون عندما يؤتى باسم محمد الشاعر السوداني وقدرت على إدارة البلد ومواجهة الأزمات يقولون ما معناه أنه حتى إذا كان الرجل مقلصا وصادقا ومتوجها إلى إحداث تغيير في صالح الشعب فهو لن يتمكن من ذلك بفعل ضغوطات تمارسه عليه الذين جاءوا به أما هل هو يحمل فكرة دعوتية سيدة الكريمة حزب الدعوة مغسسة فكريا تهت لم يعد لها وجود الآن هي عبارة عن تتكتل أشخاص وإلا فإن الحزب عقم فكريا وعقم سياسيا وهو غير قادر على طرح برنامج سياسي اقتصادي يتناسب مع فكرة الذي يحمله الذي هو الإسلام عقيدة والنظام بما أنك تحدثت عن موضوع أنه ربما هناك أن الجمهورية تحدث والنخب تتحدث عن ضغوطات الإطار التنسيقي على محمد الشياع السوداني هل ضغط الإطار التنسيقي على الشياع السوداني بموضوع إلغاء الأوامر التي قام بها الكاظمي بولايته أو خلال الفترة الأخيرة لولايته سواء تحدثنا عن جهاز المخابرات وغيرها من الأجهزة كانت قرارات وإن كانت ذات صبغة قانونية لكن الدافع هو انتقام من الكاظمي وفريقه لا شوفي قد نكون موضوعين الذي قام به محمد الشاع السوداني في إقالة تغيير بعض المواقع السياسية المواضع المواقع الإدارية هذا عمل إداري يقوم به كل رئيس وزراء عندما يأتي حيث يقول له ثانيا أن الذين أقالهم أو لحاهم هم كانوا نتاج أو كانوا بقرار من محكمة من حكومة تصريف أعمال ولذلك لا يكتسبون الدلالة القطعية فيه ولا يكتسبون الثلاثة لاحظنا أنه هو الرجل أطاح أو أصدر بيان بإعفاء أكثر من الشخص ثم أعادهم للخدمة وعادهم للشبه مواقع الذين اللواتي أعفاهم منها أربعة أربعة خمسة جهاز المخابرات يبدو المعركة هي هنا هو هذا كان أسأل أن هذه النقطة أعتقد أصراع 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 على هذا وهذا الأصراع هو ليس بين السوداني والإطار هو داخل الإطار أيضا هناك صراع كما هي الأخبار تسمعني بشكل واضح ما بين المالكي وعصائب الحق وفالح الفياض الصراع داخل الإطار التنسيقي وتحديداً ما بين الفصائل على موضوع جهاز المخابرات إلى أين سيفضي لمن الغلب بالنهاية بينهم الكل يمتلك الأسلحة والكل ربما يضغط على الزناد أو يهدد به يعني سيدة الكريمة هو الآن حسم الموضوع بأن تولى هو بنفسه رئاسة الجهاز المخابرات إلى فترة مؤقتة أو أصراً ما قال إلى فترة مؤقتة وإنما أنعط بأطار طرسولية هذا الجهاز بنفسه بشخصه وهذا دليل واضح أبين إلى أنه للفرار من الضغوط من خلال الضغوط تنافسية ما بين العصائب وما بين الكتائب وكذلك المالكي وكذلك الفياض هي ليس جهة واحدة وليس جهتين أكثر من جهة هناك صراع على جهاز المخابرات وجهاز المخابرات كما تعلمين لأنه ليس حساس فقط بل لأنه أيضاً هناك جهود بذلت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على بلورته وتعزيزه وتمكينه ولذلك في الحقيقة السيطرة على هذا الجهاز هو سيطرة على أسرار وعلى مواقع وعلى منافذ وعلى دفول ومن هناك هذا الصراع قوي الصراع على هذا الجهاز هو أقوى من الصراع على الوزارات لا تريد أمريكا أن يذهب هذا الجهاز إلى موضوع فأنا أعتقد يمكن للإنسان أن يتوقع ما هي النتائج طيب يعني أفهم أن أمريكا لا تريد أن يذهب هذا الجهاز جهاز المخابرات تحديداً إلى فصائل مقربة من إيران دعني أسأل بنقطة أمريكا سيدتي الكريمة أمريكا طلبت أو تريد من الحكومة الحالية خمس ست أشياء أولاً أنه عدم الخضوع إلى قرار أوبك بخفض إنتاج النفط وقد تعاهد السوداني ليس بعدم الإنجرار أو عدم الاستفاف إلى قرار أوبك بل أكثر من ذلك قرر وبتصريح منه بعد زيارة سريعة إلى أنه سوف يزيد من سقف الإنتاج هذا واحد أيضاً الاتفاقية الاستراتيجية الموجودة هو تفعيل هذه الاتفاقية وبالفعل إلى أن محمد الشاع السوداني خرج علناً وقال أنا حريص أو أن حكومتي حريصة على تفعيل هذه الاتفاقية وهذه الاتفاقية أمريكية بعيدة المدى ذات تأثير كبير سياسي واقتصادي واجتماعي وحتى ثقافي يعني ثلاثة قضية السلاح المنفلد التي تعاني منها أو تظهر الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعاني منه هذا السلاح ينبغي أن يكون أن ينزع هذا السلاح وأن تصفى هذه الفصائل بطريقة أخرى أربعة سيدة الكريمة هي غضية جهاز المخابرات جهاز المخابرات لا يمكن أن يكون في الفصائل أو في الحشد يعني هالنقطة ربما نعم هذه أربعة أشياء ليس فيها مزح كما يقولون أكثر نقطة ربما مثيرة للإهتمام وهي محط أنظار العالم الآن موضوع أوبيك بلاس وزيادة الإنتاج يعني إذا وافق السوداني على هذه النقطة ربما سيظهر لا نقول أنه ربما بشكل أو بآخر ستنزعج بعض الدول خاصة العربية هذا تحدثنا عن السعودية لأنه يضد هذه الفكرة الآن وتعرف أنه ماك 100% ولذلك لأنه هذا الموقف خلافات بينهم وبين واشنطن ربما يؤدي إلى عزلة عراقية في داخل المحيط العربي طيب سنترك هذا الموضوع للأيام دعني أسألك بما أنه تحدثنا الكويت أو السعودية أو الإمارات أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الموقف أمام هذا الإجراء بموضوع السلاح المنفلت وغيرها موضوع الخروج الأمريكان اختفت هذه الشعارات الذي كان الإطار ينادي بها موضوع يجب إخراج الأمريكان بقوة السلاح يجب أنه حاسب حكومة أربيل لأنها فيها مقرات لألموسات يجب تغيير صرف الدولار وإعادة إلى القديم لم نسمع بها منذ أن بدأوا بتشكيل الحكومة سؤال جزكي جداً وإلى عمق يعني شوفي سيدة الكريمة أقول لك شيئاً هناك اتفاق شبه صامت ما بين الفصائل المسلحة والأمريكان ليس مكتوباً ليس من خلال قنوات وإنما من خلال الحاجة الموضوعية لكليهما الأمريكان إذا هذه الفصائل انتهت ولم يبق لها وجود بماذا تفسر بقاها واستمرارها خاصة وهي تعلل سبب استمرارها لأنه وجود خطر داعش ووجود فصائل مسلحة نص العبارة يعني الفصائل المسلحة أيضاً في حاجة إلى وجود أمريكي وبقاء أمريكا لأنه إذا الولايات المتحدة الأمريكية خرجت بماذا تعلل الفصائل المسلحة بقاها واستمرارها فسيدتي الكريمة هذه سياسة هذه أنا دعشي ليش السر يعني مول علم السر وصحيح الآن لا يكون ملاحظة دقيقة حتى ابن الشارع البسيط يدركها جيداً إلى أن هذه المسيرات والصواريخ اختفت أكثر من ذلك يعني أكثر من ذلك يعني التحالف تحالف الإطار مع بسعود البرزاني هو يصب في الخانة الأمريكية في قارة تعزيز الوجود الأمريكي في العراق بل تعزيز حتى الوجود الإسرائيلي في العراق لأنه كان الإطار يقول إلى أنه هذا التحالف الثلاثي اللي هو سيادة والبرزاني وبقتد الصدر هذا ليس تطبيعياً بل هو بحد ذاته موساد طيب ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية بتاحة إلى هذا الوضع كلها كلها المجريات في صالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو آخر طيب هذه الاتهامات بسؤال أخير لم تكن فقط من الإطار حتى كانت هناك ربما غير إيران أتحدث تحديداً غير راضي عن هذا التحالف بواقتها فأنا السؤال هنا عن السوداني وإيران هل إيران راضي عنه هل تراه بأنه هو مكمل لدور المالكي أو حتى عادل عبد المهدي أم لا تراه كما ترى باقي الرؤساء أو على الأقل تنتظر ماذا سيقوم به تجاهها لا 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 سيدتي إيران كانت في غاية الارتياح والشراح والصدر بوجود الكاظرمي لأن الكاظرمي هيئة لها ظروف التمركز بالعراق إلى درجة عالية خاصة وإنه هو صديقي ولكن هذا لا يمنع من نقده صديقي وعزيز عليه لكن هذا لا يمنع من نقده كسياسيين وموضوعيين أصلاً هو متهم بأنه وزع هو فسح المجال أمام التغلغ الإيراني أكثر سواء من ناحية الاقتصاد أو من ناحية التواني ثم هو إلى فضل على إيران لأن جمعها مع السعودية وكانت هناك خطوات جيدة باتجاه تعزيز أو إعادة العلاقات السعودية الإيرانية انطلاقاً من بغداد الآن أنا أعتقد أنه إيران غير مرتاحة ولذلك أقول لك أنا أعرف فارسي زين يعني أعرف فارسي مية بالمية يعني أكثر من مقالف للصحف الإيرانية كان هناك انتقاد شديد للمالكي إلى أنه هو الذي جاء بالسوداني أو هو الذي يوجه السوداني ففي الحقيقة إيران لست مرتاحة للسوداني على الإطلاق يعني إلا اللهم إذا تغيرت معطيات إذا وجدت معطيات جديدة واستطاع السوداني أن يقوم بعمل سياسي ما سبب عدم الارتياح وهذا متروك للزمن باختصار ما هو سبب هذا عدم الارتياح عدم الارتياح الإيراني للسوداني لحد هذه اللحظة ما سببه باختصار يعني سيدة الكريمة سيدة الكريمة الاتفاقية تفعيل الاتفاقية هي الاتفاقية شبه ميتة شبه متعثرة أو شبه يعني ما 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 لأوشل اللي هي كان يحلم بها الأمريكان لأسباب عديدة فهذا الارتفاق ثم ارتفاع سعر النفط يعني ارتفاع سعر يعني ارتفاع سعر الانتاج يخفف عن معاناة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يخليها تكون أمام يعني أمام تراجع يعني ضرها في حربها في أوكرانيا يعني وكلما ضعفت أمريكا في حربها القضية مترابطة بعضها ببعض يعني وليست هي قضية منعزلة يعني طيب بالتأكيد الأحداث العالمية مترابطة كل الشكر والتقدير لك أستاذ غالب الشابندر المفكر السياسي والباحث كنت ضيفنا من العاصمة بغداد شكرا لك على هذه المقابلة الخاصة وشكرا لكم مشاهدين الكرام نلتقيكم في مقابلات أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة